عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين في إطار المتابعة المستمرة لعمليات إجلاء المواطنين المصريين من السودان شقيقا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي طلع خلال الاجتماع على مشتجدات عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتسهيل عودتهم لأرض الوطن دون عوائق كما تم عرض الجهود المكثفة التي تقوم بها أجهزة الدولة لتنظيم عملية التوافد إلى مصر من السودان عبر المعابر الحدودية بين البلدين سواء من المواطنين المصريين أو الأشقاء السودانيين أو في إطار المساعدة في إجلاء رعاية عدد من مختلف دول العالم وأضاف المتحدث أن رئيس السيسي وجه بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان وكذلك توفير ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية وغذائية في المعابر البرية بين مصر والسودان وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به مصر حكومة وشعبا في الوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق في الأزمة الراهنة التي يمر بها بالإضافة إلى الجهود الحفيثة التي تبذلها للدفع في اتجاه التوصل لحل سلمي للأزمة يعيد الأمن والاستقرار للسودان ترجمة نانسي قنقر